رانتا تعال يسوع مل الدني بمجد السماء يقول الروح جاي يسوع أعرب العيد برس السماء الله معكم أحباء المشاهدين بفقرة جديدة انتعال يا سيد أحبائي اليوم أنا وياكم أنا نتأمل بيسوع وبنزوله بحركة بتجسده يعني بحركة النزول بحياته البشرية بحركة الحب اللي هي جسده بحركة تنازلية بحركة نزل فيها بموته لأعماء الأرض لأعماء كينا الإنسانة لأعماء الخطيئة لأن يسوع على الصليب صار خطيئة كرمالنا صار خطيئة كرمالنا حملها للخطيئة حملها بكل أبعادها بالطول وبالعرض وبالعماء وبعماء رحلة أبعد بتا يقدر يمحيها بتايفرجينا حبه لألماء اللي ما بيخلص أحبه إيه؟ يسوع اللي كنا عم نقوله المساوي للآب في الجوهر وهو دمان نطير كولوبير بنقول بأنونا الإيمان هو مساوي للآب هو اللي ارتضى داي حقيق مشيئة الآب ياخد جسد وينزل من السماء يتجسد ويصير إنسان ولكن أحباقي هيدا مش بس النزلة هيدا أول نزلة في نزلة تانية رجع ارتضى إنه يموت على الصليب بنزول آخر للجحيم طي يخلص أو على الينبوس طي يخلص النفوس اللي كانت نطرته واللي كانت نطرة خلاصه من كل أبرار العهد القديم من أول البشرية لوقت موته كل أبرار العهد القديم كانوا كمان بحالة انتظار خلاص يسوع المسيح وما حدا كان فيه يدخل على السماء ولا حدا كان بيقدر يشوف السماء من دون الخلاص اللي حققوا يسوع المسيح مش نايك الجميع كان ينتظر خلاص الرب الجميع ولكن هيدا النزول لقعر الجحيم طي يخلص الكل ويحملوا المعولة الملكون واليوم أحباقي أنا وياكم أنا نحكي عن نزلة تالتة عن انحضار تالت عن مستوى تالت هو حضار يسوع اللي أراد يسوي حاله اللي أراد أنه يتبنى خطيتنا يحمل خطيتنا لخلاصنا لخلاص كل واحد مننا شوفوا أحباقي عظمة هيدا الحب أحباقي الله قدوس الله ما بيقبل الخطيئة ما فيه يتصالح مع الخطيئة ما فيه يقبلها ولكن كرمال الإنسان كرمال حب الإنسان كرمال يخلصه إبيل إنه هذا اللي عم قول عنه مربوس الذي لم يعرف خطيئة يسوع المسيح ما بحياته عرف خطيئة هو القدوس ولكن اللي ما عرف خطيئة الله جعله خطيئة كرمال ما شو يعني جعله خطيئة الله وكأنه عصلي بابنه يسوع المسيح جمع خطايا البشر جميعا كلهم بكل زمان وبكل مكان ومنذ الأزل وللأبد ومنذ فجر التاريخ ولأخر لحظة بالأبدية ولأخر لحظة عوج الأرض الله جمع خطايا البشر كلهم وسكبهم عابنه يسوع المسيح بعديلته فيسوع المسيح وحده يكفر عن هالخطايا ويحملهم وأدمكينوا كتار أحبائي ومخفين ومرعبين أدمكينوا شي هائل حتى الله بس بيقدر يتحمل هيك هيك عمل يسوع المسيح أخذ وتبنى كل هالخطايا وحملهم وسمروا المعواصلين ومحي سقخة طيانا مثل ما بقولنا ماربولوس وكأنه خزق كل هالفتير الدين اللي علينا كل هالدين اللي علينا خزقوا وكبوا وحرروا للإنسان وعطيهم نعمة تاج عن طريق المجدين أحبائي ما حدا منه ما حدا كان قادر يعمل ولو بحجم زر من اللي عمنا يصعى المسيح لأنه الخلاص هو عمل إليه بالدرجة الأولى ولأنه وحده حب الله قادر يحملنا من جديد ويجددنا من جديد ويمحي خطيانا بس الله ما محيها بطريقة سحرية دفع تمنى هو دفع تمنى دمه دفع تمنى زل دفع تمنى وجع وآلين مخيفة ورهيبة ومرعبة دفع تمنى زل دفع تمنى آلين ما بتخلص دفع تمنى موت على الصليب الصليب العار هيدا الأبشاء أحبائي إيسوع المسيح حمل كل بشاعتنا وحوله لجمال قدام صليبه حمل كل خطيانا وحوله لنعم حمل كل عبسية حياتنا من دونه وحوله لنعم ولمعين جديدة تعطي فرح وسلام بإيماننا فيه لأنه هو هو ينبع كل السلام وكل فرح وكل حب أحبائي هيدا النزول نزول يسوع المسيح هيدا الكنوز هيدا يسوع المسيح جاء كلهم حملهم وطلع فيهم بعد انتصاره على الموت إليه ممجد لبشريته تيمجد الله القيب على كل تدبيره ويردله كل الخير القاطية وكل الحب القاطية وتتكون قيامة الابن شهادة نامغة لحب القيبل ما بيخلص لكل إنسان عوجه وبيصعوده على السماء ثبت لنا قدي كل إنسان بهذا الصعود عنده دعوة وترشيح تيوصل وين يوصل يسوع المسيح هو يوصل هونيك أحب وين هونيك عم يدعينا تنوصل لعنده بهيد المسيرة اللي عم نعمله بمسيرتنا الميلادية بمسيرتنا الفصحية نكون عم نحقيق خلاصه وتحريرنا من كل خطية من كل شر من كل موت دعوتنا أحبي نتطلع لفوق حيث المسيح جالس عن يمين الله ونتأمل بالمجد اللي نطرنا واللي هو نعينا لأنه بقلنا ماربولث إن آلامة هذا الدهر لا توازي المجد المزمع أن يتجلى فينا ما بيوازي أحبي المجد أهم بكتير اللي نطرنا من كل عذابات هالأرض بعرف مش هيني نتحمل صلبين هالدني وأليمة ولكن خلينا كلنا ثقة نحن وعم نتأمل بالمجد بشو عدلنا يسوع المسيح ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على بالبشر ما عضه الله للذين يحبونه وشكرا لكم آمين أحبي بمجد السماء بيقول الروح جايي يا سوح أعرب العيد برس السماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة